موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بجميع تابعي فضائية العراق التربوية وطلابنا الأعزاء طلاب الخامس الأدبي وأصعد الله أوقاتكم أينما كنتم في ربوع راقنا الحبيب درسنا لهذا اليوم عن مادة التاريخ يتحدث عن ظهور ألمانيا النازية طبعا نحن نعرف من نتائج الحرب العالمية الأولى هي سقطة إمبراطوريات ألمانية من هذه الإمبراطوريات التي سقطت هي هونزلرن هذه الإمبراطورية من سقطة تشكلت بعدها حكومة مؤقتة عرفت هذه الحكومة بحكومة فايمار لكنه هذه الحكومة ما نكتب لها أنه تستمر فترة طويلة لأنه واجدها عدد من المشاكل التي جعلتها أنه ما تستمر بالحكم فترة طويلة هنا أنا راح أكبر لكم الموضوع حتى تقدرون تستفيدون من عنده ذكرنا إحنا من نتائج الحرب العالمية الأولى سقوط الإمبراطورية الألمانية وأسرة هونزلرن 1282 إلى 1918 وهنا ذكرنا تألفت حكومة جديدة بماذا عرفت؟ عرفت بحكومة فايمار متى؟ 1919 إذا يجيك تعريف حكومة فايمار هي الحكومة الجديدة التي تشكلت 1919 بعد سقوط الإمبراطورية الألمانية وأسرة هونزلرن التي كانت من 1282 إلى 1918 وكانت هي نتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى وذكرنا هذه الحكومة ما حالفها النجاح لأنه عانت من كثير من المشاكل من هذه المشاكل هي الإفاء بالديون والتعويضات والقبول بشروط معاهدة برساي المهينة ومعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور بالإضافة إلى الفوضى والاضطرابات التي انتشرت في ألمانيا لأنه ألمانيا قبلت بيمن بالشروط القاسية لمعاهدة برساي لأن من هذه الشروط القاسية من معاهدة برساي أنه خسرت ألمانيا مساحات كبيرة من أراضيها وش بها هذه المساحات؟ هذه المساحات كانت غنية بيمن بالفحم والحديد وأيضاً هناك إذا يجيك هناك سؤال أن حكومة فايمار لم يكتب لها النجاح لأنها عانت من مشاكل كثيرة ناقش العبارة التالية وتطيئ مثل عليها هنا أنا شرحت جوابك عزيزي الطالب أولاً اتزامها لإيفاء الديون والتعويضات اثنين القبول بشروط معاهدة برساي المهينة معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور أربعة حالة الفوضى والإضطرابات اللي ذكرنا انتشرت بألمانيا لأن ألمانيا مثل ما ذكرنا قبلت بشروطها القاسية وذكرنا شروطها أنه خسرت مساحات واسعة ألمانيا منها وهاي المساحات كانت غنية بالفحم والحديد بعد شل من هاي المشاكل؟ من هاي المشاكل هنا أسهم الاحتلال الفرنسي لما نحتل إقليم الرار متى احتل إذا يجيك فراغ في كانون الثاني 1923 هنا لما احتلت فرنسي إقليم الرار أضعف قدرة ألمانيا أنه تعالج المواقف بجدية بالإضافة مثل ما ذكرنا تردي الأوضاع الاقتصادية والانقسامات بين الأحزاب كل هذا كان عائق أمام حكومة فايمار أنه تستمر فترة طويلة زين هنا من ذكرنا إحنا حكومة فايمار ما استمر أكو مشاكل بقت الوضعية على حالها أنه تعاني مشاكل أم جاءت هناك شخصية أخرى وبدأت تحاول أنه تعالج هاي المشاكل الجواب مالتنا ظهرت إن شخصية حاولت تتغير من الوضع اللي موجود في ألمانيا هو غوستاف سترسمان غوستاف سترسمان هنا إذا يجيك تعريفة قل أكبركم يا حتى تكون واضحة أتكم وتستفيدون منه تقول تولى الحكم في ألمانيا وقام هنا بعدد من الخطوات حتى يعالج الوضع الاقتصادي اللي موجود في ألمانيا استوى أولا نجح في معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة اثنين أنهى الاحتلال الفرنسي ثلاثة استطاع أن يتقرب من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حصل على قروض مالية حتى ينهض بالاقتصاد الألماني وأيضا هنا قدر يسوي انتعاش اقتصادي ولكن سرعان ما انهار إذا يجيك على الليل هاي الأعمال اللي قام بها وسو انتعاش اقتصادي ليش نهار السبب هي الأزمة الاقتصادية العالمية 1929 بالإضافة إلى وفاته وهنا غيابه بعد الميدان السياسة الألمانية هذا إذا يجيك تعريفة والأعمال اللي قام بها زينا أنا قلت لك هسا عندك هنا تعليس ونالك إياه استطاع سترسمان في فترة حكمة أنه يحقق نوع من الانتعاش الاقتصادي لكن ذكرنا شنو هذا انهار وذكرنا جواب نش رح يكون عزيزي الطالب بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية لأن هي كانت هاي أزمة عالمية اللي أصبحت كل العالم تعاني منها في عام 1929 وأيضا وفاته وهنا كان غيابه عن ميدان السياسة الألمانية هنا إذا يجيك علل أوجدت الأزمة الاقتصادية العالمية خللا واضحا في حكومة فايمار الجواب لأنها أضعفت قدراتها على تفادي المشكلات الاقتصادية وتزايد أعداد العاطليين عن العمل هنا تشكلت بعد ذلك عدد من الحكومات تريد تعالج هذا الوضع الاقتصادي المتدور اللي موجود بألمانيا لكن لين موجودة هاي الأزمة الاقتصادية كانت تنهار هاي العوامل كلها والتداعيات الأزمة الاقتصادية شجعت أنه يظهر يا حزب يظهر الحزب النازي بألمانيا منه تولى الزعامة ماتة؟ تولى الزعامة عودلف هتلر هاتوا هسا منيش راح تشوفون إش قد أكون تشابه بين الفاشية اللي موجودة بين إيطاليا في إيطاليا وبين النازية اللي موجودة في ألمانيا هناك ذكرنا أكود دهور أوضاع الاقتصادية وعوامل اللي ساعدت موسوليني يوصل هنا بنفس الوقت أيضا هم نفس الشيء تردت الأوضاع الاقتصادية وظروف سهلت على أنه ألمانيا يظهر بها الحزب النازي ويزعم هتلر وأيضا هنا نلاحظ أيضا مثل ما هناك موسوليني كان عنده أعمال حتى يثبت السلطة في الداخل هتلر أيضا هنا عنده أعمال يثبت السلطة في الداخل تدعيم سيطرتها على مؤسسات الدولة إحكام سيطرتها على الكنيسة القضاء على مناوئيه وهذا طبعا مخالف لحقوق الإنسان اللي تدعو إلى احترام الرأي والرأي الآخر وإهنا عندنا أيضا استولى على رئاسة الجمهورية بعد وفاة رئيس الجمهورية هنبرغ في 1934 وأقدم في 1935 أيضا نفس الموضوع اللي صار في إيطاليا عسكرة المجتمع من خلال إعادة نظام التجنيد الإجباري وهنا أقام المصانع حتى ينتج بيها أسلحة وطائرات يعني من سوى كل هاي الأعمال أسلحة وطائرات إش هيأ ألمانيا؟ هيأ ألمانيا إلى الحرب وهنا رح يقسر البشرية هم مادية ومالية وبشرية وطبعا هي هاي طبيعة الأنظمة الدكتورية اللي موجودة على مدى التاريخ هاي بالنسبة إلى أعماله أين كانت في الداخل تعالوا خلي نشوف هسه شنو كانت أعماله في الخارج هنا قبل ما نبدأ نذكر أعماله في الخارج كان عنده دائما أفكار هتلر يريد يحققها وين موجودة هاي في كتابك فاحي إذا يجيكم هنا سؤال ما هي الأفكار التي سعى هتلر إلى تحقيقها واللي سبق أن تبناها في كتابك فاحي أولا تأسيس حكومة مركزية في ظل وحدة ألمانيا وإحياء أمجادها اثنين إلغاء معاهدة فرزاي وثلاثة تكامل اقتصاد الدولة هسه رح ننتقل إذا يجيك ما هي أعمال هتلر على الصعيد الخارجي أو ممكن أن يجيك السؤال بغير منطوق الأعمال اللي أقدم عليها هتلر خارجيا مستفيد من الصراع اللي يصارب بين بريطانيا وفرنسا حول اختلاف وجهات نظرهم بالتعامل مع المشكلات الأوروبية لش رح تجاوب؟ أولا الانسحاب من عصمة الأمم ومؤتمر نزل السلاح 1933 ثانيا نجح عام 1935 في ضم أراضي السار إلى ألمانيا بعد ما سوى استفتاء وطلعت نتيجة الاستفتاء 90% أنه ينضمون يريدون إلى البلد الأم بعد أقدوية بريطانية 1935 اتفاقية بحرية شنو حصل في موجب هاي الاتفاقية؟ موافقتها على خرق معاهدة فرزاي وتحديد القوة البحرية بما نسبة إشغل النسبة 35% من حجب الأسطول البريطاني بعد هنا نستغل الموقف الدول المعادي إلمان الإيطالية أثر احتلال موسولين إلمان للحبشة حتى هو من يعلن شنو يعلن؟ تأييده وتحديد قرارات حصبة الأمم فسوه هنا احتل الراين متى 1936 على الرغم من أنه هذه المنطقة هي من زوعة السلاح وهنا شهدت طبعاً أكو تقارب صار بين من وبين من صار التقارب صار بين النظامين مثل ما ذكرنا الإيطالي والألماني لأنه الحكومتين مثل ما ذكرت لكم هنا طبعاً الفاشي لازمة بعد مساعدة الجنرال يا جنرال فرانكو في إسبانيا بهذا العام اللي معروف بمواقفه ضد السوفيت وهنا أصبحت اليابان بنظامها العسكري وإيطاليا الفاشي حليفتين إلمان الهتلة في معاداتهم وين للاتحاد السوفيتي فهنا نسوت اليابان وقعت ميثاق تحالف مع ألمانيا متى في 1936 هذا بعدين انضمت إلى إيطاليا لهذا الميثاق وبعضين انبثق من عنده دول المحور اللي هي روما وبرلين وطوكيو زين إذا يجيك هنا إذا يجيك تعريف النازية اش راح تعرفها تقول هي حركة سياسية ظهرت في ألمانيا وثم تحولت إلى شكل من أشكال الحكم وسيطر النازيون أدولف هتلر على الحكم في ألمانيا 1933 إلى 1945 وهنا النازيون مجدوا الشعب الألماني وغيرهم من شعور أوروبا الشمالية وأطلقوا عليهم اسم الجنس الآري وادعوا أن غير الجماعات العرقية أدنى منزلة منهم وفي 1933 أصبح هتلر مستشار ألمانيا وجعل الحزب النازي هو اللي يسيطر على الأمور فسوهنانا استولوا النازيين على الصحافة والإذاعة وسيطروا على نظام التعليم وإنشأوا جهاز البوليس السري اللي يسموا الجستابو وهنا طبعا كان هتلر وأتباعه شي يسوون يعملون أن هردون يسوون الدولة النازية قوة هنانا عالمية لذا صارت الحرب بدأوا بالحرب العالمية الثانية 1939 واللي يسببوا مصرع الملايين من البشر وفي عام 1945 نجحت قوات الحلفاء أنه تهزم ألمانيا وينهار الحكم النازي وأخينا طبعا بهذا الفصل أدنى الفاشية إذا جتنا تعريفها هي شكل من أشكال الحكومات اللي يرأسها ديكتاتور حيث يدعو إلى السيطرة الكاملة للحكومة على الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة وابتكر موسوليني مصطلح الفاشية في عام 1919 وحكم موسوليني إيطاليا من 1922 إلى 1943 حيث تحالف مع ألمانيا النازية إلى هنا أعزاء الطلبة ينتهي درسنا لهذا اليوم على أمن ألتقيكم في درس جديد إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى